أحمد موصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطالبات الثانوية العامة في بلدنا الحبيبة مصر وفي كل دولة عربية وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ويسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وفي أفهامكم وفي أعماركم اللهم أمين يا شبابنا وحشتونا غيبنا عليكم أسبوعين وما علش لظروفنا المرضية نبدأ مع بعضينا ونشوف سؤال الحلقة الماضية كان إيه نشوف مع بعض اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها أعرب ما تحته خط اتقي ده فعل أمر مبني على حذ حرف العلة وتمحوها ده جواب الطلب فعل مضرع المجزون في جواب الطلب وعلى مجزمه برضو حذ حرف العلة والها مفعول به تمام والفعل ده من مستاذ تخدره هي طيب يا ترى مين الطلبة اللي فقه معانا ما شاء الله جوي وجبات صحيحة نشوف أسماء لوحة الشرف تظهر معاك معانا محمد طارق عجور من القاهرة جهاد جمال من السعودية أحمد أيمن من دميات ولا عبد الشافي علي من أسيوت أسماء سعد من أسيوت وأسماء تانية تظهر معاك سارة غريب عبد الجواد سهاج أحمد عبد الرحمن الإسكندرية أميرة محمود الدقالية خالد عمار الوادي الجديد علياء خيري من سهاج يا ترى سؤالنا النهاردة إيه بقى مسابقة الاسمس نشوف مع بعضنا السؤال يظهر سؤال مسابقة أعرب كلمة نستودعك اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها ومن فيها وما فيها فاحفظها يا رب العالمين أو يا ربنا بحفظك ورعايتك وأنت خير الحافظين اللهم أمين هنعلم بكلمة نستودعك اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها ومن فيها وما فيها فاحفظها يا ربنا بحفظك ورعايتك وأنت خير الحافظين هنعلم بالفعل المضارع بتاعنا ده طيب يا شباب مع بعضينا كده نبدأ نشوف كالعادة إيه اللي بناخده مع بعض ما يطلبه الطلاب وكل طلبات حضراتكو بنحاول نلبيها بعض الناس طلبوا مننا إزاي تكتب حرف الهمزة وبعض الناس طلبوا مننا عايزين نشوف القصة المقارعة لتلتة سنوي وبعض الناس طلبوا المشتقات وأعتقد اللي طلب المشتقات كان في قولها سنوي وخلاص امتحنوا بقى قولها سنوي عملناه مراجعة صباح لامتحنوا لله الحمد خلاص فهنسقط الأمر ده لأنه خلاص امتحنوا اللي طلبتهم في قولها سنوي ومعنا ناس طلبت سقط القنع هنبدأ الأول نتكلم مع القصة المقررة في الصف الثالث السنوي وإحنا بنقول إن كاتب القصة يا جماعة في مداخل ضرورية الأول بتعرفني عن إيه سيرة ذاتية يعني إيه سيرة ذاتية وبالمناسبة أي طالب عايز يشارك معانا ويحل سؤال نحوي معانا بعض التدريبات لطلابنا برضو اللي عايزين الشاركة والتصلوا بينا إن شاء الله بنقول لحضرتك السيرة الذاتية هي قصة حياة أديب يرويها بنفسه نثرا ويعتمد على الذاكرة في استعادة التفاصيل المنسية يعني لو جاء لي ما تعريف السيرة الذاتية تقوله كده هي قصة حياة أديب يرويها بنفسه نثرا ويعتمد على الذاكرة في استعادة التفاصيل المنسية طيب ما الأداء التي يعتمد عليها الكاتب أن الذاكرة طيب الكتاب لماذا يكتبون سيرةهم الذاتية أقول لحضرتك إما لمراجعة الذات أو التاريخ أو لمجرد الحنين إلى ماضي الطفولة السعيد أو الإعلان عن تحدي الحاضر والرغبة في الانتقام منه أو تقديم مثال يحتفي به الشباب يبقى كل دي الأسباب اللي بتخليهم يكتبوا السيرة الذاتية بتاعتهم كيف يكتبون سيرةهم الذاتية أقول الكتاب يكتبوا السيرة الذاتية في صورة رواية متماسكة طيب هل هو يتعمد الكذب؟ لا قد يلجأ إليه قد يلجأ إلى الكذب ليه؟ لسد فجوات الذاكرة ولإضافة بعض الرطوش الجمالية يبقى الراجل مثلا لهو فاكر أسبوعه التالت ونسي التاني دي أعمل إيه؟ فيكتب في النص عشان يوصل الدنيا ببعضها يعني ممكن يقول حاجات مش في حياته وإحنا نتخيل أنها موجودة في حياته المهم من هو بيكذبون يعني طيب الكتاب بتاعتنا أو السيرة الذاتية كان لها إسهام كبير في نشأة الرواية العربية حيث عمد العديد من الكتاب إلى كتابة سيرهم إلى كتابة سيرهم الذاتية مثل إبراهيم الكاتب إبراهيم عبدالقادر المزني وغيرهم من الكتاب كتير كتبوا السيرة الذاتية بتاعتم يا جماعة طيب إذن هذا كده بالنسبة لكيفية كتابة السيرة الذاتية وإنه بيكتبوها في صورة رواية متماسكة السؤال الآتي هل يؤثر الحاضر على كتابة سيرة الكاتب؟ هل يؤثر الحاضر على استرجاع الماضي؟ نعم الحاضر إن كان الكاتب يعيش حاضرا مشرقا استرجع كل الصور المشرقة من الماضي وإن كان يعيش حاضرا قاتما أسودا يعيش كل أو يسترجع كل الصور القاتمة من الماضي طيب الدكتور بتاعنا مؤلف القصة يا ترى الخصائص بتاعته إيه؟ هنقول إنه كان كفيف وهناك فارق بين الأعمى والكفيف قلنا الكفيف من كف بصره يعني ولد مبصرا ثم كف بصره أما الأعمى فمن ولد من بطن أمه أعمى ونقول الحمد لله الذي عافنا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله قلوا أمين طيب فبنقول يا جماعة هو لي خصائص فنية أول حاجة تحدث إلى القارئ أكثر مما كتب له يعني كان بيكلم القارئ ويناقش القارئ ويحاول القارئ كأن القارئ ده إيه؟ قعد قدامه وبيكلمه مش هو بيقرأ له تمام اتنين الراجل حاول يعد من شيء من الموضوعية بأنه يستخدم ضمير الغائب ما قالش بقى أنا وروحت وحصل لي لا 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 كان يستعمل ضمير الغائب هو الصبي الفتى الكلام ده باعتبار أن هذا الضمير يجلب الموضوعية في الحكاية تمام برضو كان عنده موسيقى رنانة في الكتابة من خلال الجمل القصيرة واللوازم المتكررة يعني الراجل برضو الخاصية الرابعة والأخيرة أنه اعتمد على السمع وعلى حواس أخرى غير البصر في وصف مشاهد البيئة المحيطة من حوله طيب بالنسبة لفرحته وساعته بأول طبعة طبعت للمكفوفين في الخمسينيات فرح أوي بالطبعة دي وبدأ يكتب لها مقدمة وطبعا كانت بيعتبر أن العمى أو كف البصر هو آفة من الآفات مرض من الأمراض لا ينبغي أن يتوقف الإنسان عنده طيب هو إيه اللي كان بيديئك باعتبر أنه مرض من الأمراض وهو تخطاء وإدري يغير نظرة الناس إليه بعد أن كان الناس يحتقرونه وهو نفسه كان بيحتقر نفسه كان بيوصل نفسه أنه شاحب الوجه يعني زري الهيئة حقير الهيئة منظره كان تعبان يعني ورغم كده استطاع أن يغير نظرة الناس له طيب تغيير النظرة للناس دي جات بإيه بإنه تحدى هذه الآفة واستطاع أن يتخطئها لكن الذي كان يؤذيه هو الاحتياط والشفقة الزائدة التي كانت عامل بها بعض الناس معه تمام دي كده المقدمة اللي مداخل ضرورية لما أجد كلم عن القصة أستاذ دي في بداية الكتاب هل ممكن أن يأتي سؤال فيها طبعا طبعا دي مقرأة على حضرتك طيب الطلاب كتير بيسألوا القصة مكونة من ثلاث أجزاء ودي قصة طويلة جدا أنا هركز على جزء الأول والثاني لك ما تريد هقول لحضرتك كده طيب هقول لحضرتك تاني الجزء الأولاني بتاعنا وهو عبر عن حياته في إيه بقى؟ إن حياته مرت عبر مراحل متعددة أول مرحلة مرحلة هو في الإقليم لسا عد بقى في القرية بتاعته والكلام ده في صعيد مصر والمرحلة الثانية وهي مرحلة وهو في القاهرة وتعلمه في الأزهر والمرحلة الثالثة وهي مرحلة آخر مراحل الأزهر ثم الالتحاق بالجامعة ثم الزهب بعد ذلك إلى فرنسا ثم العودة إلى مصر وبقى طبعا بقى الدكتوراه والكلندة وصار معيدا ثم عميدا ثم دكتورا ثم إلى غير ذلك من المناصب التي حصل عليها طبعا الجزء الأولاني هو أسهل الأجزاء وكلكم بتحبوا السبب لأن دايما حياة الطفولة حياة سهلة بسيطة ليست معقدة فهو لما بيحكي حكايات طفولته فكان الموضوع سهل جدا ومنسر جدا إزاي بقى الرجل خلي بالك هيوصف لنا العالم الداخلي للبيت وطبعا هو بيحكي بحكايات الصبي الصغير بيحكي بحكايات أنا بكرر تاني يعني الجزء الأولاني هو بيحكي لك كأنه لسه طفل صغير تمام طيب فهو بيحكي لنا في الجزء الأول هيحكي العالم الخارجي وبعدين ندخل جوه البيت يحكي عنه وبعدين نرجع العالم الخارجي تاني وبعدين البيت وهكذا تمام طيب هو عالم الصبي كله في الجزء الأول كان محصور في عدة مناطق المنطقة الأولى اللي هو بيته ده الأساس المنطقة التانية السياج طبعا هو بدأ بيها الاسترجاع والمنطقة التالتة القناة اللي ليها برضو ذكريات معاه والمنطقة الرابعة الكتاب والخمسة المسجد هم دول الخمس مناطق موحيته أنا بقولك بقى حياة الطفولة وحياة القرية كمان أصلا كمان حياة بسيطة حياة ما فيهاش تعقيد إنما ده يختلف عن الجزء التالي بقى اللي جئي للأصدر والكلم عن الأصدر وبيته وحياته والكلام طبقا في الجزء الأولاني نقطة الاسترجاع اللي استرجع منها وإن كان كان مش عارف يجيب أني نقطة هيبدأ منين بالزبط يعني هو هيبدأ يعني هو عارف اليوم لا مش عارف اليوم لا يدري أين في أي شهر وفي أي سنة حيث وضعه الله سبحانه وتعالى لكنه هيبدأ من يوم معين تمام طيب ليه كده ليه هو محتر كده لأن من خصائص هذا الكاتب التي اشتيرت عنه أنه كان دائما يميله إلى ماذا بالشك تمام هذا الكاتب كان مشهور بكده قوي طيب ثانيا كمان إنه هو مش عايزك تبقى مركز على اليوم قوي قد تركيزك على نقطة الاسترجاع الأساسية وهي السياج اللي هو أصور القصب اللي قدام ببيته تمام ثالثا وديه اللي وضحنا في فكرة الفصل اللي بعده وهو أن ذاكرته الصبي تذكر أمورا وتنسى أمورا أخرى فأنا فاكر السياج بس ينسي بالزبط إيه اللي حواليه يعني أنهي يوم بالزبط وكده حتى بداية اليوم نفسه هو لك يا بعد الفجر يا قبل العشة عشان بس الضوء الخافط اللي كان موجود والهواء اللي لازم أن تأخذه حرارة الشمس والحركة الخفيفة يا أيمان منهم يا أحا تنام كل دا بعد الفجر قبل العشة المهم نقطة الانطلاق لاسترجاعه هي السياج طيب السياج ده إيه؟ وإيه حدوده صور من القصب على بعض خطوات من باب الدار جميل هذا السياج كان أطول من قنط الصبي ما قدرش يعادل من فوقه كان متلاسق ما قدرش يعادل مما بينه بس كانت الأراني بتقدر تعادل مما بينه عشان كده كان بيحسدها وطوح لغطان الكولومبا وتأكل يمتدوا يمينا إلى آخر الدنيا ركز الكلمة دي آخر الدنيا حيث القناة ويمتدوا شمالا إلى ما لا يعلم له نهاية جميل كان بيحب يجلس عند السياج إمتى؟ ساعة الغروب لأن ساعة الغروب يبدأ يسمع الشاعر بابا ويقول القصص بتاعته على بابا شغل الأقالين ده زمان طيب وبعد ما يسمع الشاعر كانت ساعة العشاء ساعة الألم بالنسبة له إيش معنى؟ تبدأ أخته تيجي تنادي على ما يعبرهاش تقوم تشده من هدوم ما يقومش معاه فتشيله وتأخله جوا البيت وتبدأ أمه تضع له بعضة لإيه؟ بعضة السوائل في عيني والسوائل تؤذيه بس ما كانش بيشكي ويحطوله الحاف والحافه منه عشان ينان تمام؟ ويبدأ بقى فكرة إيه؟ هو أولا يقضي يتسمع بقى صوت الشاعر موارح حيطة كده وبعد ما يتسمع على قد ما يقدر يبدأ يروح في النوم في أول الليل كده طبعا وبعدين بيبدأ يفزع بقى في وقت متأخر من الليل ويبدأ يسمع شوية أصوات وبالمهنه هو كفيف يعني ما بيشوفش تمام؟ فيبدأ الموضوع بالنسبة لنا وممكن نقول هنا هو في المرحلة الأولى دي يعني هو في مرحلة ما قبل العمل ما قاء خلاص بقى في الأواخر خالص آه ليه؟ لأن أمه بتحطله بعض السوائل يعني لسه في آمل أنه ممكن يرجع بصره تاني تمام؟ حتى برضو يأكد لنا المعنى ده يعني لسه متعماش خالص اللي هو في أول إيه؟ اللي قال حتة الدق الخافط اللي لازم ينتأخذه حارة الشمس أصوات لو أعمى مش يعرف لا فيه دق ولا ما فيش دق تمام؟ طيب فأقول لك بقى طبعا يقدر تسمع وبعدين بقى يبدأ إيه؟ يبدأ الصبي يبدأ الفزع بقى بالليل وطبعا الأزمة وإحنا بننصح بس الكبار ودي بالمناسبة عن نستغل لأي حاجة بتيجي معانا للنصيحة يعني يعني ما حد يش يحكي عن العفاريت والجن كده قدام الأطفال الصغارين لأن الطفل الصغير بيصدق الكلام ده وأنا واحد ناس جربت معها حصل معايا كده حكوا قدامي وأنا صغير ظلالت لحد الكلية أخاف سبحانه ربي العظيم إيه لأن علمني ربي سبحانه تعالى هي المسألة كده المسألة بالنسبة لنا أن أنت تحكي للطفل فهو عنده بقى ثقافة العفاريت وثقافة الكلام ده فيبدأ يسمع شوية أصوات بقى حواليه يحس إن أساس بيتحرك حواليه يحس إن فيه أصوات ديكة وتصيح الدجاج فقولك بس ده ديك حقيقة وبعضها عفاريت بيقلد وبعضها بقيد وبعضها قريب وبعدين يوجه بس وجه كده ناحية الباب فيشعر إن بعض الناس يتحركونا حركات الصوفية حركات البدع الحرام دي وغبالك المهم بقى إيه فهنا يخافوا يترايب قوي ده العفاريت حوالينا المأمن الوحيد اللحاف عشان إيد العفاريت ما تمتدش إليه وتعبس معه تمام؟ فيبدأ بقى طبعا الصبي يعرف إن الفجر طلع من إيه النساء عدنا من القناة وقد ملأنا جرارهن وهن يتغنينا الله يليل الله يعرف إن الفجر طلع هو كان خاف العفاريت يتحول العفاريت يصحي البيت كله الأب يقوم كله يقضى على جن وبعدين يتناولون الطعام ثم بعد ذلك بعد تناول طعام الإفطار للأب ويذهب إلى عمل يمرح ويلعب هنا اتكلم عن البيت يطلع العالم الخارجي بقى شوية يتكلم عن العالم الخارجي في إيه؟ في إنه يتكلم عن القناة ويحكي إن زاكرته الصبي تفتكره وتنسى إزاي بقى؟ القناة دي كان في مخيلته إنها آخر الدنيا اكتشف إن في حياة تتصل خلفها كان مخيلته إنها عريضة جدا اكتشف إن الشاب يقفز للنحية التانية كان في مخيلته إنها عميقة جدا نكتشف إن ممكن الشاب يقف فيها والماء لا يصل إلى إيضته تمام؟ كان متخلن الماء طول السنة بتدوم فيها اكتشف بعد كده أن الماء يجف وبعدين الصبيان اللعبونا فيه وهي يابسة كده طيب هو طبعا كان حمل على كدف بعض إخواته ومر إلى الناحية الأخرى خلف القناة بس هو كان بقى إيه؟ كل ده ما بين التخيل ثم الحقيقة بعد ذلك هنا بقى فيه أمر كان بالنسبة له يقيني بقى إيه؟ هناك بقى ناس مصحورة بتطلع والناس نايمة وهناك التماسيح على اسمك الطوال الأراضي والتماسيح التي تزدرد الأولاد تبتلع الأولاد خلي بالك مش تأكل إيه الفرق يا أستاذ قال تزدرد؟ يعني تبتلع مش تأكل أنا ممكن تبلعه زي ما هو كده كما حدث مع نبي الله نوح نبي الله يونس أستاذ الله آه يعني الحوت ابتلعه زي ما هو حي كده وعاد إلى نفس الحياة تمام؟ فهو بقول تزدرد الأولاد هو طبعا ده الكلام اللي بقوله القناة مفيش الكلام ده لكن هو الكلام اللي قاله وقوله تمام؟ فكان نفسه بقى عاش مع الخيال نفسه ينزل نفسه ينزل للقناة دي وبعدين يدخل سمكة تبلعه ويخش يدور ويدعبس جوه بقى معدتها ويلقل له بقى خاتم سليمان يقوم دعك الخاتم كده فييجي خدام الجن خدام الخاتم من الجن طبعا كله تخريف تمام؟ ها يجي يقول له إيه إنت عايز إيه؟ قول لنا يا سيدي فأقول لهم منتها طموحاتي شئلوني عدوني الناحية التانية من القناة ده بقى ايه آخر حاجة اللي عايز يوصلها عدوني الناحية التانية من القناة تمام؟ ما تقوليش ده هبل ده طفل صغير أقول لك هو بيحكي حكاية طفولة طفل صغير المهم يا سيدي فالولد ده بقى إيه؟ قال لك تبقى عدي إزاي بقى وده أنا عندي مشكلتين ده فيه مشكلة على يمين القناة ده ناس بقى العدويين دول السعيدة التجار دول اللي كانوا صعبين أو عندهم كلبين صعبين تعدي منهم وبعدين ناحية التانية سعيد الأعرابي المشهور بالشر بلطاجي يعني وامراته كوابس تمام؟ واللي كانت حط حالة في أنفاه وكانت ديجي تقبلنا في البيت وكدت بيأزيني الكلام ده المهم يا سيدي الخطرين اتشالوا وعد القناة ورأى عند حديقة المعالم وأكل من السمار وبعدين لعب عند شجرة التوتو وأكل من سمارها بيقول لك الأخطار اتشالت إزاي؟ مش عارف السياج اتشال البيوت اللي هو حط مكان السياج هو عارف مين اللي سكنين فيها بس اتشال إزاي؟ مش عارف زاكرة الصبيت تذكر أمورها تنسى أمورها أخرى طيب يا سيدي يرجع للبيت تاني أبو كان متجوز اتنين معدد يعني الزوجة الأولى اللي هي مرات أبو كان مخلف منها عايلين بس آه إنما أمه كانت مخلفها إيه؟ حداشر ما شاء الله عديق خالص ها بقى كده قال لك أنا ترتيبي سابع من التلاتاشر وخامس من الحداشر عشان كده من نظرة للترتيب اللي قالها ده قلنا أن أمه هي الزوجة التانية لما لاتب نفسه السابع من التلاتاشر والخامس من الحداشر تمام؟ وطبع أنا قلت دي عشان بس كان فيه سؤال في دليل تقويم يقول أمه الأولى والتانية طبعا معروفة أنه هي الزوجة التانية وبعدين يقول لك أبو كان بيعاملوا برحمة وأحيانا بشيء من من الشدة أمه برحمة وأحيانا بشيء من الإهمال ما قالت شدة مع الأم قال الإهمال ويفصل الإهمال ده قدام شوية وبعدين إخواته بقى كان بيعاملوا بشوية احتياط كده مشوب بسخرية مختلط بسخرية لكن اللي كان يؤذيه ويدايقه هو إيه هو أنه لا يلعب في هذا اللعب الذي يلعبه إخواته كان ميداق جدا بالكلام ده زي ما لعبش أنا محتاج أن ألعب زي إخواتي وهي طبعا أمه بتبنعه لأنه أعمى المهم يقدر يتخطى الحاجز ده تعال بقى نسيب القناة ونسيب السياج ونسيب البيت ونروح للكتاب بدأ يذهب إلى الكتاب تمام ودي كانت من بركات زمان أسأل الله أن يعيدها بركات حفظ القرآن على الجميع تمام مهم يا سيدي بدأ يروح للكتاب يعفز القرآن الكريم وفي سن صغير هو قال كده باسم شيخ عجبا وكبرا عجبا وكبرا وأنا يعني يعني عجبا دي مش عجباني خالص يعني الطبيعي أن الأب يقول لك يا شيخ إعجابا والإعجاب والسعادة إنما العجب والاستغراب وخبار حضرتك بس ما علينا لكن أنت عارف من منج الكاتب ده أنه هو لم يمدح في أحد إلا نفسه وإلا قلة قليلا من البشر غيره طيب بيقول لي بقى الكاتب بتاعنا يقول لك بدأ وندوله كده إنما سيدنا بتاع الكتاب كان يقول له يا واد أو باسمه إلا لو كان راضي عنه أو يترده عايز منه حاجة عنه من آخر فكان يقول له إيه يقول له يا شيخ هو كان نفسه بقى شايف إن ده مش منظر شيخ شايف إنه هو حقير شوية ده مش منظر طبعا عجبا شيخ هتقول له الجوبة والأفطان بتاع الشيوخ لا يا ابني مش هينفعد أن تجسم صغير عليهم لا هتقول لي بقى الجوبة ما ليش دعوة تمام حاول يقنعه بالعافية بصعوبة بالغة هو بقى تطمن وبطنه بطيخة صيفة إنه حافظ القرآن ويروح ويرجع وسيدنا بيرجع لهش وطبعا القرآن يتفلت بغير مراجعة فيبدأ يروح ويرجع مما بقى إيه في يوم الأيام قاعد على باب إيه الدار في مصطبة كده فبقى عايز بقى يتفخر قدام الناس فتعاشيخ سمع علينا يلا بسم الله رحمة الرحيم ها خش صورة الشعراء فالولد بقى تاصيم ميم تاصيم ميم وشريت ايه سف ها وبعدين طب خشينا طب على صورة ايه الناملة طب يبني صورة القصص طب مفيش خالص كده قم حسبتك حافظة القرآن فقام يشعر بمرارة الفشل ولا يدري على من يلقي اللوم هل يلقي اللوم على نفسه مراجعش على سيدنا مراجع لهش على بول فجأه تمام المهم حصل اعتاب من الأب لسيدنا فسيدنا عمل بقى ايه كرس مكسف للمراجعة القرآنية وعاد الصبي إلى الحفظ مرة ثانية ام بقى سيدنا خد الواد من ايده راح لابوه يلا بقى سمعه دلوقتي فبدأ يسمع الصبي بقى ايه كسلاسل الزهب وكانت هديت سيدنا الجبة فسيدنا بقى ايه ماشي مزقطة اوم البيت وهو تاني يوم الصبي راح الكتاب فاستقبل استقبالا حافلا سيدنا بقى استقبله تعالى بيضت واجه وشرفت لحياتي وعكس شرفت اهنت تعالى انت بيضت وشي وشرفت لحياتي تعالى ها انت كنت بتسمع زي سلاسل الداب وانا كنت بحصنك عشان ما تغلطش ولا تخطئ ممو الحمد لله بوك الداني الجبة ها تعالى بقى هات ايدك وراح واخد ايد الصبي وراح غرزها في لحيته سيدنا قال له تقسم بالله انك ماتهين اللحية دي قال له اقسم بالله قال له هاتسمع ستك زي يوميا يعني بختمة اسبوعية على مين على العريف اللي هو مساعد سيدنا قال له خلاص موافق قال له طيب وانت مجرد ما تسمع مالكش دعب الصبيان اللي موجودين امرح ولعب براحتك خلاص ماشي ماشي يا عريف سمعت الكتاب امانة في الابتك هتسمع للصبي حاضر يا سيدنا طبعا الفصل اللي في النص ودي مش موجودة في القصة كانوا لاتنيننا الصبيين يعني الصبي يعني كان بيجيب الاكل ويديه العريف سمعت يا عم العريف ايوة سمعت يا عم الشيخ ويمشي ونسي القرآن مرة تانية فغضب الاب غضبطا شديدا وهنا بدأ يقول له بقى انا هجيب لك سيدنا هنا في البيت بقى هجيب لك برايفت بقى في البيت درس خصوصي بقى سيدنا يجيلك فطبعا هو كان بقى فرحان جدا لانه يجي له سيدنا الشيخ عبد الجواد وده الاسم الوحيد اللي الف الجزء ده هيجي لحد البيت ويدي له درس بقى فكان يعقب بقى هو ايه مع سيدنا الشيخ عبد الجواد يخلص بسرعة لانه سيدنا يارى خرآن في البيت ويدرس للصبي وحفزه وبعدين الصبي يخرج بقى ويمرح ويلعب بقى برحته خالص كدا في الشارع واستنى الصبيان بقى اصحابه ومراجعين من الكتاب يرجعوا انتوا سيدنا بتوحوا لسيدنا انا سيدنا بجي لحد عندي وسيدنا والعريف بتوحوا الكتاب دول وحشين خالص فالعيال اتضايقوا منه فبدأوا بقى ايه يشحنوه انه يسب ويشتم ايه سيدنا والعريف فبدأ يطيل اللسان بقى ما خلاص بقى لان ابو قال له مجرد ما تحفظ القرآن واخوج الشاب الازار اللي بتعلم في الازهر ييجي خلاص سعدتك هتوح تتعلم معه في الازهر فظن الصبي ان الامر بينه وبين الكتاب قد انبت انقطع خلاص مش هرجع تاني بقى للكتاب شكرا كده بقى اطال لسانه في سيدنا في العريف طبعا الايال كانوا يقولوله ويسخنوا بلغتنا العمية المصرية وبعدين هواخد الكلمتين وروح جارينا على سيدنا وقولوله فطبعا سيدنا الدقيقة وصاحب الكتاب قال لك بقى الشيخ عبد الجواد بقى كده خد مني الصبي وخد مني الكلام ده مش هينفع انا بقرح لبعض اصدقاء ابو الصبي وقال لهم بعد ازنك وقولوله انا هرجع له تاني والكلام ده فالحوا عليه فوافق فكانت صدمة بالنسبة للصبي بقى انو يرجع للكتاب وكانت بقى ساعة الغداء هي ساعة التأديب والتأنيب احنا فينا كذا ويدربوه كلام ده ويقدبوه طبعا احنا تعلم من هذا الامر واحد ان يحتطف اللفظ يعني يلمل سانه شوية قال لا يغرر به احد حدش يخدعه تاني تمام قال لا يركن الى عهود الرجال ودي طبعا للأسف يعني يعتبر ذكري بسوء لوالده لان طبعا كم اقسم ابوه بالايمان المغلظة انه لن يرجع الى الكتاب وهو قد عاد عامل زي سيدنا اللي بيحلب بالطلاق هو كاذب تمام ويعلم انه كاذب طيب طبعا زم والتلك هو اسلوب زم للجميع للأسف الشديد من اسلوب هذا الكاتب وبعدين بعد ما اتكلم عن انه رجع للكتاب مرة تانية يبدأ بقى يكلمك عن ايه عن مجي يا اخوه اخوه جبق اخوه الشاب الازاري ده كان صاحب مكانه عند الاب وصاحب مكانه في القرية برضو الوقت بقى اللي متعلم في الازار بقى والكلام ده وطبعا الكلام ده كان في الاقاليم وفي القرى الزمان حاجة عظيمة جدا يعني انك تسافر مجرد ان انت تسافر للقاهرة وترجع ده كانت حاجة كبيرة اوي 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 واخبالك المهم يا سيدي فالرجل بقى اخوه الشاب الازاري جبق وبدأ في احتفال مولد طبعا كان النزعة الصوفية منتشرة شوية منتشرة لمكن العلم الحمد لله رب العامين نعمة ربنا وحضرتكم لو سمعتم يعني خطب ودروس شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان وما بيحكوا وشيخنا كلهم وما بيحكوا ازاي في القرى بتاعتهم وهم يغيرون هذه الصوفية اللي كانت متوغلة في القرى طبعا الامر كان عسير عليهم اسألان يجزيهم خيرا جميعا تمام فطبعا ايه المضوعب كان متوغل اوي فبدأ في الاحتفال بمولد النبي حابوا يختاروا الصبي ده خليفة الكبير بتاعت الطريقة يعني تمام فطبعا جم بقى الراجل بقى لبس الشالك كشمير والعمة والجبة والقفطان والمركوب النعل يعني وبدأ يطلع بره شالوه حطوا على الحصان وبدأوا ايه يلفوا بالاقليم بقى وهم يهللون ويسبحونه الكلام ده فالصبي جواه قال اخويا خد المكانة دي نظرا ليه بقى لانه قرى الكتب اللي ادهاله ايه الكتب اللي ادهاله الاب قال للشاب الازهري اخو الصبي قال له اخوك بقى يجي معك بقى ان شاء الله السنة الجاي قال لا ده لسه صغير يقعد سنة كمان وعشان الصبي ما ازعلش خد الكتابين دول كتاب الفيت بن مالك وكتاب مجموع المتون الفيت بن مالك طبعا كتاب في النحو معروف ومجموع المتون والمتن هو اصل العلم تمام طيب دون شرح فكان بقى جواه بقى الخريدة والرحبية والسراجية والامية الافعال والجوهرة اسامي ايه متون داخله فدله مجموع المتون وبدأ ايه يقرأ هذه المتون ما بيفهمش ولا كلمة تمام واحد بقول لي بقى دلوقتي ايه يقرأ ازاي وهو عمق يقرأ له يا سيدي ها وقول لك بقى ايه ما كانش فهم حاجة خالص بس عارف انت اللي مش فهم حاجة وقول لك كل كلام الرجل ده صح اه هو دي بقى قلوب الناس لازم احفظها هل اكتفى الصبي بالتعلم من هذه المتون او الفيت بنالك لا بل ذهب الى العلماء وقارن مقارنة بين العلماء في المدن والعلماء في الاقاليم وقال ان العلماء يخضعون لقانون العرض والطلب اذا زادت السلعة قلت طلب واذا قلت السلعة زادت طلب بمعنى ان طبعا في المدن العلماء كتيرا شوية فما حدش بيتم بهم كتير لكن العلماء في الاقاليم قلة فالناس يحتفون بهم ويلتفون حولهم وكان عندهم اربع علماء طبعا هو بقول كلمة علماء من باب السخرية برضا ناديل يعني ايه دول ما شيخ عادية بصوب سيبون بقى دول بالنسبة لي بقى وانا صغير علماء يا سلام مهم بقى اول واحد كتب المحكمة الشرعية رجل حب يحصل على العالمية عشان يبقى قاضي فشل سيئت قالك اكتفى ان يبقى كتب محكمة يقعد يكتب العضية جنب القاضي كده وكان طبعا اخو كتب المحكمة ده نفسه قاضي فكان يزم القاضي اللي بيكتب جنبه عشان يمدح اخوه سبحانه ربي العظيم وبعدين هذا الرجل كان على مذب الامام ابي حنيفة في نفس الوقت طبعا مذب الامام او حنيفة كان قليل في الاقليم فبدأ ينقص من شأن الامام مالك او مذب الامام مالك ومذب الشفعي عشان يكتر ايه مذب الامام او حنيفة نظام بقى زمان بتعقره يقولك ايه يا حبيب ربنا تعالوا صلوا عندنا الكلام الكابلوزة واخد بالك مهم بقى ايه فبدأ ينقص من شأنهم من شأن المذهبين عشان يكتر من اتباع الامام او حنيفة الحسد كان قلبه قوي من ناحية الشاب الازالش معنا يختاروه خليفة وانا لا وبعدين كمان يخطب بنا الجمعة وانحنا موجودين طبعا الشاب الازال اخو الصبي فلا يا خديه دا لا انا بقى هقفله فحاجة جنب المنبر كده وطبعا الشاب بقى الاب فرحام بي اول خطبة جمعة لابن الشاب الازالي وامه بقى بخرته الكلام ده المعتقدات القديمة وبدأ يروح للمسجد وهو رايح للمسجد طبعا بقى ايه ابو الاب سعيد اوي وبعدين وصل لحد المنبر ام الشيخ ده اهم وحالة بينه وبين المنبر وقال هذا الصبي او هذا الشاب صغير ولا ينبغي ان يصلي بنا ولا ان يخطب بنا الجمعة ومن اراد الا تبتل صلاته فليتبعني فاني خارج من المسجد طبعا ده كلام تهريج شيخنا محمد حسان خطب عن فؤل عبادي اذكر ذلك من صفحات من حياتي لما الى زمان على قناة المجد ربنا احفظه فطبعا فيش حاجة اسمها وتخطب وانت صغير تمام لما ذهب راجل معلش يعني راجل عمر بن عبدعزيز طفل صغير مع القوم فتحدث اليهم فقال يا ابني هل في القوم من هو اسنه منك قال يا امير المؤمنين لو كانت بالسن ما قالت اليك ففي الامة من هو اسنه منك اقضيها مش قضية سن بس يعني عشان الناس ايه ممكن حد يجي يفتح قناة الرحمة دلوقتي يسمع الكلمتين له خالدون ما يربطش بالموضوع طيب ومعاك اللهم بارك ما شاء الله يستطرق رائع التذكير ده والبرنامج السابق لنا خطباء المستقبل اللهم بارك ما شاء الله لقوة تلا بالله الواحد منهم ما شاء الله يخطف في جامع كبير اللهم بارك يعني ما شاء الله جزاك الله هو قنص الصرق على التذكير ده طيب يبقى احنا معنا كده يا شباب هو طبعا بدأ يتعلم عند ده قاعد عند الكاتب بتاع المحكمة الشرية قد كده ايه خد مذهب أبو حنيف هناك شيخ آخر شيخ الجامع وخبالك ودك الرجل بقى لأنه ده الحل المشكلة طلعوا خطبوا الجمعة لما حصلت فتنة شيخ الجامع كان شفعية المذهب وكان الرجل ده بقى رجل صالح وكان يرى في نفسه الصلاح حتة دي حلوا قوي يعني الناس بيشوفوا إنه هو صالح ويرى في نفسه الصلاح الأمر عم الشيخ أنت رجل طيب رأى عادل اللي أيوة كده والله Empire واخد ملاك كلام الجميل ده مهم لا وحش الكلام ده مش جميل مهم الشيخ بقى ايه الشيخ ده كان رجلا صالحا ويرى في نفسه الصلاح وطبعا الكلام اللي جاي بقى كلام العزو بالله شرك وتهريج فولي وكان بعض الناس يلتمسون عنده وشفاء مرضاهم استغفر الله كلام ده خطأ وطبعا الاسم بقى اللي جاي دي الكوميديا كلها وقد سمعه بعض الذين شيعوا جنازته نوع راجل بقى ونزل بقى لقبره هو نازل خلاص ميت يعني سمعوه وبيقول الله ما جعله منزلا مباركا تمام سمعوه ونزل تخبرك من التخريف سمعوه ونزل لقبره بقول الله ما جعله منزلا مباركا طبعا مش عارف اللي سمعوه بقى ما شافوهش وبرفع ايد وميت ولا ما هو لازم التاريخ ده يقابل بتاريخ نعمل ليه بس مهم يا سيدي ده الشيخ التاني الشيخ التالت مالكي المذب كان راجل طيب مفتش الزراعة وبعدين كان بيعلم الناس امور دينهم ده بقى التلاتة الشيخ الرابع بقى دعم الشيخ الخياط ده دكانه قدام باب الجامع التلاتة الاوليين رسميين والرابع ده مش رسمي خالص ده بقى ايه دكانه قدام باب الجامع مشهور بالبخ عمك الشيخ الخياط ده بقى ايه ده راجل كان الظم هولاي الشيخ والعلماء الذين يدرسون من الكتب ومالعايز ايه عم الشيخ هالك لابش حاجة اسمها الكتب بقى يا عم ده العلم اللدني العلم الايه اللدني الذي ينزل على قلب العبد من السماء دون حاجة الى قراءة ولا كتابة طبعا ده قمة التخلف طبعا وقدنا من عشان بس ايه يقول لك وقاتيناهم اللدن علمة ما هو قاتيناهم اللدن علمة يبقى فيه حاجة اسمها علم لدني اللي بينزل على قلبك كده طب والله يعني كنا ننصح كل طلاب السماء العمى وقف يا ابني في الشراء وقامل كده وافتح قلبك عشان العلم كله ينزل وخش الامتحان ايه التهريك ده تمام؟ من بقى حصل له حشد هائل ضخم من القلوم المتناقضة لانه بقى حنفي على مالكي على شافعي على لدني تمام؟ حصل للصبي تداخل في المعلومات تعالى بقى نرجع للبيت تاني والفصل حزيني شوية بقى هنا هيذكر الاهمال اللي حصل ما انا قلتلك امه بتعامله برحمة بس احيانا بشاي من الايه؟ من الاهمال اه امه رحمة واهمال هيبدا بقى يبقينلك الاهمال اللي امه بتعامله بين طبعا الاطفال في الاقاليم ضحية اهمال الامات ليه بقى العدد كبير فالاهمال يعني عباقى الام اجتها جدا فبتهم الاولاد وبقى لو الولد مارد بقى وكده والكلام ده واهتمت الام يا دوك تدي له شوية سوائل لو ذكر الطبيب يذكر به بالسب والذن ليه لان دي فلسفة امهات الاقاليم الاثمة وهكذا ضع بصر الصبي لما ودته طبعا لحلاق القرية وحلاق القرية وضع سوائل اذهبت بصره في الحال طبعا اخته الصغيرة كانت يعني مرحة وطلقت الوجب جميلة جدا وكانت حبوبة وبتلعب بالعراز كده بجنبي من البيت وكانوا بيحبوا اسمعولها وما حدش بيقطع حواراتها هذه البنت قبل العيد بعد ما طبعا كله كان بيه بيجاهز نفسه العيد والكلام ده بدأت البنت تبكي وتصرخ فتركت الام ما في يدها ثم جاءت الى ابنتها وتحملها فطبعا الام البنت تبكي وصراخها يزداد والام تبكي ولا تذكر الطبيب والبنت صراخها يبدأ يهدأ شيئا فشيئا فإذ بالام تظن ان البنت قد شفيت الا ان البنت قد ماتت طبعا هنا بدأت بقى ايه يحزنون والكلام ده دفنت البنت في العيد ثم بدأ الحزن يدخل الى البيت ابو الاب مات ام الام ماتت فكتب على المرأة ارتداء السواد ثم بعد ذلك طبعا ارتداء السواد الحداد ده احنا عارفين السنة فيه طبعا انا بقول لك كل دي عادات وتقاليد قديمة عاصل على البكالوريا السنة العامة ده اخوه ده كان اخ ده ده غير الشاب الازاري او غيره ده بقى المفترض ان هم كانوا تلاتة طا الصبيب بتاعنا وكان اخوه الشاب الازاري ده لا يوحوا القاهرة يتعلموا في الازار والشاب التالت ده هيتعلم فين في مدرسة الطب في القاهرة تمام لما جاء وباقوا الكوليرا اسألاني عافية المسلمين اجمعين قلوا امين اللهم امين لما جاء وباقوا الكوليرا حل بمصر وبالاقاليم كلها بقى الولد استأذن يا ابي طب نمكن اروح اساعد الطبيب والكلام ده فالأب طبعا وافق على ذلك فذهب الولد يساعد وجاء في يوم الامل الحمد لله الحلاب بدأت تقل ما تخافوش والكلام طبعا خدوا بصل وتوم عشان بيحد من الاصابة الأب والأم خدوش الأولاد كلهم خدوا وذهب الى تيلة الابراهيمية ثم عاد الى بيته وفي منتصف الليل أفاقه على رجيعه وصوته المرتفع دي كان ببداية الاصابة يعني مظهر الاصابة فجاب الطبيب قال فعلا نصيب تاني يوم هيجي الطبيب وطبعا لأول مرة الأم كانت تظهر على رجال لأن أصدقاء الأب بداخل مع الطبيبه كده وبدأ طبعا حالة من الحزن تصيب الأم الولد بيهدي أمه قال له أنا مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات النبي قد مات وأنا سأموت مثلما مات النبي صلى الله عليه وسلم يهد الأم ابعته لأخويا الشاب الأزالة شوفها أبلا مموت ابعته لعم اللي في أعلى القليمة شوفها أبلا مموت محدش لحقه عمه رأى الجنازة لكن الأخوه ما لحقوش المهم مات البدأ الصبي بتاعنا بقى تتغير حالته يعرف الله حق المعرفة يقرأ بقى صورة الإخلاص ألاف المرات ويذكر الله عرف الأرق يعني كلام بقى إيه اتغيرت حالته أسرك نفسها كل ليلة تذكر الصبي وتبكي والأب كل ليلة يذكر الصبي ويبكي ويبكي الأولاد فيقوموا من العشاء ما يكلوش وفروا واخبالك طبعا الحالة من الحزن اللي حصلت في البيت دي غيرت الصبي وغيرت الأسرة كلها تعال بقى نشوف أبو بقى في يوم الأيام بقول له بطل بقى أنا عايزك تبقى إيه تبقى كده شيخ بقى إن شاء الله وتقعب كده يعني حوليك الطلبة في الآذر كالعادة أبو يبتكلم ويبقى ما يبقى يوفيش المرضي بجد ده بوصله لمحطة إيه ده ده نرايح القاهرة بجد وهو على المحطة بكى أبو بقول له لا أنت كبرت بقى أنت عشان أتسيب أمك فمرضيش يحزن أبو يقول له أن السبب الرئيسي هو أو السبب الرئيس هو أنني أبكي على ذلك الدفين على إيه على أخيه الذي هو دفين الطراب فطبعا مرضيش يحزن أبو ركب القطار ذهب إلى القاهرة ظن بقى القاهرة بقى البلد بقى الجميلة بقى اللي فيها الأذر وهتعلم فيها والكلام ده وذهبوا مستني خطبة جمعة بقى عشان ألفاظ الغليظة والشيخ اللي كان حنف ده اللي كان ألفاظه غليظة وشديدة وكل الكلام ده عايزين بقى نسمع بقى ألفاظ مشتخينة بقى مهم فجاء إلى القاهرة وتاني يوم أو نستقبلوا المجولون وطبعا أن أي حد جاي من الإقليم دي عادة لازم يكون جاي بأكل للكل فيأكلوا كلهم تاني يوم رح خطبة الجمعة الصدمة نفس الخطبة اللي موجودة في الإقليم بنفس الألفاظ الغليظة بنفس الرتابة اللي موجودة فاتصدم وبدأ تاني يوم يوم السبت يذهب إلى شيخ يحضر له أخوه وكان هذا الشيخ قاضيا عندهم في الإقليم ثم بعد ذلك صار في الأزهر وكان أب بيحبه جدا وكان بيطلب من ابنه الشاب الأزهري يقلد له هذا الشيخ وبعدين يا سيدي بدأ أخوها يشوف له شيخ من المشايخ اللي هتدرسله بعد كده عشر فصون خلصه بدأ يفصل ويكلم بنته بنته هو مش كلسة صغير هونك لأ موق خلي بالك دي فتلة استرجاع يسترجع يجيب الماضي ماضي 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 وبعدين يفوق بقى ويكلم بنته وهون بصراحة حتة أدبية جميلة جدا وهي نقطة تشويق هو مش عايز يتكلم بنته لحاجة هو عايز يشويق القارئ انتظرونا في الجزء القادم شغل الفضائيات هيعمل ايه؟ هيقولك انتظرني ازاي في الجزء اللي جاي يجيب لك حوار بينه وبين بنته يجيب لك حوار بينه وبين بنته الحوار بيدور حوالين ايه؟ حوالين الأسماء اللي أنا أخذها الأول بعدين هو الحوار أستاذة هانا وليد وحبة أليسكندرية محمد جمعة الجيزة إسراء أبو عيسى الشرقية حنان محمد الإسكندرية ايه؟ أخي من العراق ما كتبش اسمه طيب فيه تاني طيب فمنقول بقى الحوار اللي دار بينه وبين بنته طبعا الأطفال وهم صغارين وشايفين بقى الأباء مصر العليا وإن الطفولة بتاعتهم كتأجمل طفولة تمام؟ فعايز بقى يقول إن يا بنتي أنا مش هحكي لك عن الفترة الماضية طب ليه؟ عشان أنت ممكن تحزاني عليها وتبكي خاصة أن أنا حكيت لك قبل كده عن بعض حكيت لك قبل كده عن قصة أديب ولما خلع عينه وبنته أنتجون جات جاريته برقص فأنت بكيتي وحضنتيني لأن أم جات هدت أعصابك أو مش هحكي لك عشان ممكن تتحكي عليها وأنا ما حبش تسخري مني طيب هتحكي لها عن فترة إيه؟ عن فترة التلتاشر سنة وهو سن الأزهر هو ده بقى اللي هحكي لك عنه هو كان شاحب الوجه زري الهيئة يعني منظره مش ولابد قذر العمامة لكن كان عنده نهم لطلب العلم وبدأ بقى يجلس إلى الشيوخ ويأخذ من الشيوخ ما يستطيع أن يأخذه فطبعاً كان ده السبب اللي خلاي يحكي عن سنة تلتاشر سنة زي بتاك عنصر تشويقي للجزء التاني هو ده اللي أحكي لك عنه كنت أتحمل الشهر الكله على وجبة واحدة خبز الأزر الجاف الملي بالقش والحشرات والعسل الأسود وبعدين كنت أروح أسوغي الأكاذيب لابو يا أمي في البلد عشان خاطر ما يزعلوش من أخويا بيستأثر بالطعام الجيد دوني طبعاً الذي نقله بعد الله سبحانه وتعالى من هذا البؤس والشقاء هو أمك يا ابنتي طيب أنا عايز لأن الوقت ضق معانا فهناخد بعض التدريبات شان ما نزعلش حد بيبدأ يستطارق ونحلم مع بعضينا صوب الخطأ من يزرع خيراً نستقبل اتصالات حضراتكم سوف يحصد الخير عايزين بقى نصوب الخطأ زي في الانجليزي من يزرع ده أسلوب شرط جميل ويزرع فعل الشرط صح أجع على جواب الشرط سوف لا ده جواب الشرط لو لقيت سين سوف قاد مالاً لابد أن يقترن بالفاء قال لك آه يبقى تصويب الخطأ هنا أننا حط فسوفا فسوفا تمام واحد يقول طب ينفع أصوب الخطأ أننا شيل سوفا لا ليه لأن لو شلت سوف أتغير المعنى إنما لو حطت فا مش هيحصل تغير المعنى السلام عليكم أختنا أمنية السلام عليكم الحمد لله أمنية شلبي صح أه اتفضل يا أمية ميس السؤال بعد الصرق لم يتغيب من التلاميذ إلا تلميذين هنقول إلا تلميذان مع التعليل عشان هتبقى عشان ده الأسلوب الثالث نقص منفل هتبقى فاعل مرفع بالألف نعم هيبقى عشان ده الأسلوب الثالث من أسلوب أسلوب الاستثناء آه إيبقى ده تلميذان تعرب حسب موقعها في الجملة في الجملة تتعلم بيبقى فاعل مرفع بالألف فاعل مرفع وعلامة رفع والألف طيب ما كان الأتراكو ليعلمونا أن الزلزال أو أن الزلزال تابع عريف ما كان الأتراكو ليعلمونا ليعلموا ليعلموا لأن اللام دي لم إيه لم الجحود لأنها سبقت بكون منفل اللام دي لم الجحود لأنها سبقت بكون منفل سبقت بكون منفل طيب الجملة اللي بعدها نحن ها ما مكتوبة صح دي المصريين ولا المصريين نعم الشاشة بعيدة شوية المصريين هو بعيدة عننا كمان المصريين بقى دي صح ما فياش حاجة دي طيب حبذ المتفوقين المتفوقون المتفوقون عللي عشان هتتعرف مبتدأ مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه بالألف طيب ماشي لو أنت اعتبرتها مسنة ده أنت لو أنت حبذها المتفوقين هتبقى المتفوقان طيب لو اعتبرنا جمع مذكر متفوقون طيب الطالبات هم الأرقى هم الرقية بس نعم هن أيوة كده هن الرقيايات أيوة كده ما شاء الله الطالبات هن الرقيايات لبقى لأن احنا هتبقى هجيب بعنس الأفعى الفوق لرقيا والقالب بعد الثالثة في المقصور تقلبية تبقى الرقيايات الله يحفظك ما شاء الله لا قوت إلا بالله أزاك اللي هو خيرا أستاذ أحمي اتفضلي كان عندي بس سؤال صغير بس معنى كلمة قولي هو في درس القدس بيقول المرادة استشرت اللي هي استشرت فكرة الجهاد الإسلامي انتشرت هو كان فيه اختراط فيه اشتدد وفيه انتشرت انتشرت يعني اشتدد غلط آه انتشرت مش شكرا تبارك الله فيك الله يحفظك سؤال اللي بعد عليكم السلامة لك سؤال اللي بعد يلا عشان وقتنا دي فضل يا ستاري سؤال اللي بعد حيثما يسعى المر فسوف مفترض يفز بكل ما يتمنى حيثما يسعى المر فسوف يفز طبعا التصويب هنشيل حرف العلة اللي موجود فيه يسعى الالف يبقى حيثما يسعى بفتحة بس فسوف يفوز لان المدارع بعد سوف هيبقى مرفوع والجملة كلها هي اللي هتبقى في محل جزم طبعا نظرا لديق الوقت وقتنا شيب انتهى الاول نشوف اجابة سؤال نقرد سؤال حلقة تانية الاسميس يا استاذنا سؤال اسميس عشان نقول امين كلنا اللهم اننا نستودعك مصر واهلها ومن فيها وما فيها فاحفظها يا ربنا بحفظك ورعايتك وانت خير الحافظين اللهم امين نستودعك فعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه الضم والفعل ضمن المستاذ التقدير ونحن والكيف ضمن المتصل المبني في محل نصب مفعل به طبعا معنا اختنا صار كانت برضو بقى رسالة سالة محمد جمعة من الجيزة محمد جمعة من الجيزة ايه بعد تليفونك محمد على نفس الرقم اللي انت ارسلت عليه ان شاء الله طيب يا طرس قال حلقتنا النهاردة ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم طبعا كحرمة يومكم هذا الى اخير انتوا حفظنا ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم لابد أن نحفظ دماء بعضنا وأموال بعضنا وأعراض بعضنا وأن لا نتحدث عن بعضنا البعض إلا بما نتيقن به من الخير من الخير تمام طيب يا طار حكمتنا أسأل الله رحمة ورحمة 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 واسعة شيخ الشعراوي بيقول إن الباطل جندي من جنود الحق لأنه حينما يعلو يؤلم الناس بشراسته فيصبح الناس أو آسف أستغفر الله فيصيح الناس أين الحق فيظهر الله الحق ثاني إن الباطل جندي من جنود الحق لأنه حينما يعلو يؤلم الناس بشراسته فيصبح أو فيصيح أعوذنا الشاشة بعيدة والله فيصيح الناس أين الحق فيظهر الله الحق أسأل الله عز وجل أن يظهر الحق لأن بذلك الناس يصيحون أين الحق فنسأل الله أن يظهر الحق على ألسنة الصادقين وعلى ألسنة علمائنا وهم تاج رؤوسنا وهم قادتنا وسادتنا وهم فوق الرؤوس وهم من علمونا أسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظكم ويحفظ بلادنا من كل مكرون وسوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة